كما تعرفوا كم من المقابلة المنتخب المغربي ديتا تنزانيا باقي لها يومين في هذا الفيديو سوف نرى أقوى شكيلة في الجهازية التامة التي قدر يدخل بها وليد أرقرقي الماتش ديال تنزانيا إذا أردت تعرفوا هذا الشكيلة تفرجوا في هذا الفيديو لكن قبل أن أخذكم مع الفيديو أجبت لكم باش فوتبال نيوز ماروكا هذا الباش أي خبر تحت على المنتخب تجده في هذا الباش في البلازة يعني بمناسبة كأس أمم إفريقيا الناس اللي بغلنا عافو الجديد دي المنتخب المغربي سوف نخلي لكم مليان دياله في أول تعليق نبدأ بحراسة المرمى بطبيعة الحال سيكون ياسين بونو هو الحارس الأساسي والبادئ الأقرب دياله هو مولير المحمدي حارس مرمى الوحدة السعودي سوف ندوز القلوب الدفاع في قلب دفاع أيمن غادي يكون نايف أغلى المدافع نادي ويستام يونيتد الإنجليزي والبادئ الأقرب دياله هو يونس عبد الحاميد لاعب ستادريمس الفرنسي أما بالنسبة لقلب دفاع أيصر غادي يكون رومان السيس والبادئ الأقرب دياله هو شادي رياض مدافع ريال بيتيس الإسباني ودابا ندوز القديرة بطبيعة الحال غادي يكون أصرف حاكمي والأساسي في ضاير أيمن والبادئ للياله هو نوصير مزراوي لاعب باير ميونيخ الألماني وبالنسبة للضاير أيصر كالخصار يحيى عطيد الله لاعب الوداد الرياضي والبادئ للياله غادي يكون هو يوسف الشايبي لاعب بريميداز المصري ودابا بعد ما قمنا خط الدفاع ندوز الخط وسط الميدان اللي هنا في كانوا واحد منافسة الكبيرة بزات نبدأ بالارتكات بطبيعة الحال غادي يكون سوفيان أمرابط لاعب ماشيستر يونيتد الإنجليزي والبادئ الأقرب دياله هو اسمى العزوزي لاعب بولونيا الإيطالي وفي المحور الأول غادي نختار اسماعيل سيباري لاعب بي اس في اندوفن الولاندي اللي يجيني حاليا أكثر لاعب الكامل الجاهزية دياله لكأس أمم إفريقيا وأفضل لاعب مغربي حاليا وكنفضل يكون الباديل دياله هو عزدين وناحي لاعب أولمبيك مارسيليا فرنسي أما بالنسبة المحور الثاني غادي نختار أمين حارث ليحتويك تعتبر من أكثر لاعبين في الكامل الجاهزية ديالهم لكأس أمم إفريقيا وكنفضل يكون الباديل دياله هو السالم أملاح وبلال الخنوس والدابة بعد ما كمنا خط وسط الميدان دوزو الخط الهجوم اللي يحتويه في واحدة نفسية الكبيرة بالنسبة الجناح أي من غادي نختار حاكم زياش هو اللي يكون أساسي في هذا الباست والباديل دياله كنفضل يكون هو سوفيان بوفا وبالنسبة الجناح أيصر كنفضل يكون آمين عدلي هو اللي أساسي والباديل دياله هو عمد صامت الزرزولي للاعب ريال بيتس الإسباني أما بالنسبة الرأس حاربة دياله تشكيله هذي كنفضل يكون هو يوسف النصيري لكن تمنى يكون في الكامل الجاهزية دياله حيث غادي ينفعنا بزاف والباديل أقرب دياله هو طارق تسودالي لاعب غينك البلجيك إخوان بغيت نقول لكم وصلنا إلى نهاية الفيديو وهذه هي تشكيله اللي اختارت أنا وما تنسوش تنسو ما تحطو لنا تشكيله من التوقع ديالكم في الكومونطيراس فالنظر ديالكم واش وليد أرق راقي بهات تشكيله واش يقدر يجيب لنا كأس أمم إفريقيا اولا لا